السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناء على طلب أحد متابع القناة هنتعلم طريقة وضع الخامات في سكتش أب وضبط أبعادها سواء خامة من داخل البرنامج أو خامة من خارج البرنامج هنتعلم طريقة وضع الخامات من خلال طريقتين هنتكلم من خلال الفيديو ده عن الطريقة الأولى وان شاء الله حيكون في فيديو تاني مكمل للفيديو ده هنتكلم فيه على الطريقة التانية علشان ما نتلخبطش أو ما يحصلش لابس بين الطريقتين الطريقة الأولى وهي اني بروح لمحرر الخامات في برنامج جوجل سكتش أب وابتدي أخش على المكتبة بتاعة البرنامج وابتدي أضع خامة واللي يكون أخش على الطايل ابتدي أختار خامة مناسبة واللي يكون خامة المربل دي وابتدي أضعها على الحائط بتاعي بهذا الشكل طبعاً هلاحظ ان الخامة بتاعتي اتطبقت على الوجهة بتاعتي بشكل عشوائي يعني ايه بشكل عشوائي يعني انا ما عرفش مقاس البلاطة اللي قدامي دي كام مجرد صورة ومحطوطة وابعاد البلاط متوزع بطريقة عشوائية انا ما عرفش مقاس البلاطة دي كام علشان ابتدي اعرف مقاسها وازبطها ابتدي اضغط على الزر ده اسمه ان موديل لما باضغط عليه بيجيب لي كل خامات اللي انا مستخدمها يعني الخامة اللي انا استخدمتها متضافة في الجزء ده حابتدي اضغط على ادت حابتدي يفتح لي تفاصيل الخامة اللي انا حططها يعني ايه تفاصيل الخامة يعني لونها الصورة اللي محطوطة ومقاسها حاليا مقاس الصورة دي بوينت ستة في بوينت ستة علشان ابتدي اضبط من قياسها حابتدي اضغط على هذا الزر اسمه ادت تيكتش اضغط عليه حابتدي يفتح لي الصورة طيب volver حستفيد من ايه لما يفتح الصورة حستفيد ان انا اعرف ان الصورة دي مكونة من كم بلاطة يعني ايه برضو يعني انا دلوقتي عايز اوزع البلاطة بتاعي وحافترض ان البلاطة بتاعتي مقاسها تلاتين سنتين او او اربعين سنتين اربعين سنتين صنتين يعني عشان ازبط مقياس البلاط لازم اعرف مقاس البلاطة بتاعتي جميل طيب انا عايز البلاط بتاعي ستين في ستين ستين في ستين طيب الصور اللي قدامي عبارة عن بلاطين يعني ستين زائد ستين حايديني كام متر عشرين اذا انا حاجي بعد كده هكنزل الصورة دي خلاص انا عرفت المقاس هبتدي اجي في الارتفاع هنا كده واكتب واحد بوينت اتنين جات من ايه واحد بوينت اتنين دي جات من مقاس البلاطة انا افترطت ان البلاطة بتاعت ستين سنتي والصورة عبارة عن بلاطين في الارتفاع فستين زائد ستين لديتني متر عشرين هدخل القيم هنا واضغط في العرض حيلاحظ ان نسبة الطول والعرض اتزبطت معي اخليها لي كمان متر عشرين فوق لان الصورة زي ما قلنا لما نفتحها عبارة عن بلاطين في هذا الاتجاه انا اهم حاجة بس اصبت اه الارتفاع او الطول اصبت واحدة بينه والتانية هتزبط تلقائي علشان الاتنين مرتبطن ببعض هلاقي ان الصورة بتاعتي اتطبقت واصبحت ان مقاس البلاطة بتاعتي ستين في ستين طيب حاز اتأكد هتأكد ازاي هتغط على ايقونة او امر في المقياس اللواتين وابتدي يقرب من البلاطة بتاعتي وبتدي اختصى اختار بدايتها واختار نهايتها هلاحظ ان بدايتها ونهايتها اقف عليها كده هلاحظ ان مقاس البلاطة بتاعتي ستين في العرض وكمان لو رحت للطول او الارتفاع حالية كمان تقريبا ستين سنتي يميل يميل طيب انا يا بش مهندس مش عايزة ستين في ستين عايزة خليها تلاتين في تلاتين اضغط عليها البلاط تندل دي تلاتين ودي تلاتين يعني ستين تعال يبقى اكتر هنا كده بوينت ستة واضغط هنا كده عشان تصبت هتلاقي ان البلاط بتاعك اتغير مقاسه من ستين في ستين بيت تلاتين في تلاتين تعال نتأكد اضغط على التاب وابتدي اضغط على البداية وروح للنهاية هتلاقيها تلاتين سنتي يبقى دي كده طريقة وضع الخامة من داخل البرنامج وضبط مقياسه جميل جميل يبقى كده تقدر تعمل شوب درونج من الخامة اللي قدامك دي لان كده ابعاد حققية جميل تعالوا نطبق الموضوع ده على خامة خامة تانية في الارضية هتعلمنا على الوجه هتعلم على الارضية هنروح للمحر بتاع الخامات وابتدي اختار خامة هعمل باك سيلكت من هنا وابتدي اروح مثلا للطايل مرة اخرى واشوف خامة تانية واللي يكون الخامة دي هبتدي اطبق برضو زي ما قلنا هلاقي ان الخامة بتطبق بشكل عشوائي يعني لو اخدنا مقاس الخامة دي هلاقيها كام عشرين سنتي طيب انا عايز تلاتين سنتي عايز البلاطة تلاتين سنتي هعمل الكلام ده ازاي هضغط على ان موديل وابتدي هلاحظ ان الخامة موجودة هنا هضغط على ادت وابتدي افتح الصورة هلاقي ان الصورة دي عبارة عن اربع بلاطات اربع بلاطات جميل طيب انا عزز ازبط الارتفاع البلاطة عندي انا عايز تلاتين سنتي يبقى تلاتين وتلاتين ستين تلاتين وتلاتين ستين يبقى متر عشرين هتنسر الصورة وابتدي اكتب هنا واحد بوينت اتنين واضغط فوق كده هلاحظ ان البلاطة بتاعتي اصبحت تلاتين في تلاتين اضغط على زر التيف عشان نتأكد من المجاس وبتدي اختار النقطة دي واروح للنهاية كده على ان البلاطة بتاع تقريبا تلاتين سنتي يبقى كده احنا نتعلمنا اززاي نضع الخامة ونضبطها بمقياس رسم بمقياس مناسب ومظبوط وحقيقي على الوجهة وعلى الارضية لاحظ حاجة ان احنا مثلا لو جينا رسمنا تاني يعني دي ملحوظة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها رسمنا كده ارضية تانية وحبينا نطبق عليها نفس الخامة دي نفس الخامة دي لو جيت تغيرت في المقاس يعني انت افترضنا ادي ارضية ودي ارضية بس نفس الخامة ودي مقاس البلاطة تلاتين في تلاتين ودي مقاس البلاطة اه عايزوا خمسين في خمسين لو جيت غيرت المقاس هنا تاني خليتوا مثلا ده يبقى خمسين وفا اربع بلاطات هيدين اتنين متر وكتبنا هنا اتنين متر حلاقي ان التغيير اللي عملت هنا اتغير هنا تغير اللي عملت هنا اتغير هنا فطبعا بعض الحالات بنحتاج ان نفس الخامة بس المقاس مختلف طيب ايه الحالة بشموندس هعمل كنترول زد هعمل كنترول زد وابتدي اقف على الخامة اللي انا نختارها دي من الموديل هقف عليها واعمل كريت هضغط على كريت ماتريال هضغط على كريت ماتريال وتبدي اسمي مثل ماتريال دي زي ما هي مثلا وهتخليها توق يبدل خامة تانية ثم اضغط اوكي جميل كده الخامة التانية اللي انا حطتها دي انفصلت تماما عن الخامة الاولى يعني ايه بشموندس يعني لو انا غيرت في ابقعد البلاطة دي مش هتتغير في التانية هنخش على ونبتدي نكتب هنا مسلا اثنين متر على اساس ان البلاطة تبقى خمسين في خمسين اثنين متر واضغط هنا تعال كده طبق هنا شوفت بقى اللي حصل دي ما تغيرتش لان خلاص انا عملت خامة جديدة كريت خامة جديدة بمقاس مختلف عن الخامة الاولى لو جينا اخترنا التيب وشوفنا المقاس على ايه البلاطة خمسين سنتي جميل جميل طيبة بشموندس طيبة بشموندس لو انا عايز بقى استورد خامة من خارج البرنامج احنا احنا كده تعلمنا ان احنا احنا ازاي نتعامل مع الخامات اللي داخل البرنامج لو عايزين نستورد خامة من خارج البرنامج نعمل ايه هقول لك تعمل ايه تعال نرسم شكل تالت كده طبعا الكلام ده اللي احنا هنقوله دلوقتي ده برضو سواء وجهة او ارضية تمام سواء وجهة او ارضية تعالوا فصردنا نضي ارضية وانا عايز اضع عليها خامة انا مبدئيا هطبع علي اي خامة موجود عندي ايه هخش على السلكت ده وابتدي مثلا اقول له اديني اي خامة حتى لو لون هبتدي ادي له لون بهذا الشكل هاختر اللون ده مسلا وبتدي اضع اي لون اي خامة ثم بعد ذلك هبتدي اقول له كرييت واسمي ان الخامة دي مسلا هتكون رقام اي حاجة اي اسم مرضي وليكن ده الاسم ثم اقول له اوكي جميل هاخش على ان مودل يبقى ده الخامة بتاعتي هضغط عليها واضغط على ادت كده هو فتح لي الخامة اللي انا عملتها عايز اغير لونها هغير لونها برحتي ابتدي اطبقها جميل هبتدي بعد ذلك اخش على ادت واخش عايز استورد بقى صورة هبتدي اضغط على براوس فور ماتيريال هضغط عليها هبتدي دخلني على الجهاز الكمبيوتر بتاعي انا الخامة بتاعتها على الديسكتوب هضغط الديسكتوب هلقي فولدر عندي اسمه طايل هضغط عليه علشان ابتدي اختار الخامة اللي انا عايزها منه وليكن انا عندي مجموعة من الخامات دي عايز ابتدي اطبقها خامة خارجية وليكن الخامة دي عجباني وعايز ادخلها هبتدي اختارها وابتدي اقول له من هنا كده الخامة اصبحت عندي موجودة بنفس الطريقة هبتدي هنا اتحكم في اسكلها عشان اتحكم في اسكلها هبتدي ايه افتح اشوف عندي الخامة دي كام بلاطة ومقاسها كام هبتدي اضغط على نفس الفولدر بتاعي وافتح الخامة اللي انا استوردتها غالبا هي دي هلاقي ان البلاطة بتاعتي عبارة عن عن واحد منين تلاتة اربعة اربعة بلاطات في اربع بلاطات طيب البلاطة انا عايزها كام عايزها مسلا اربعين سنتيه يبقى اربعين واربعين تمانين واربعين متر عشرين واربعين متر ستين يبقى مقاس الصورة هيكون عندي متر ستين حاجي في البرنامج واقول له هنا كده متر ستين واضغط هنا كده لو اتأكد من المقاس بتاعي هبتدي اضغط على التрутير وبتدي شوف البلاطة دي ماقاسها كام اربعين سنتيه لا انا مش عايزها اربعين سنتيه انا عايزها اا خمسين سنتيه او ستين سنتيه يبقى البلاطة ستين ستين في اربعة بكام متر وعشرين ومتر عشرين اتنين عربعين هكتب هنا تنيب اربعة واضغط على العمل شاء اكد من مقاس البلاطة ببتدي اضغط هنا كده واضغط هنا على ان البلاطة عندي كام ستين سنتي والارتفاع ستين سنتي عشان البلاطة دي مربع يبقى هي دي الطريقة الاولى اللي بنتعامل بيها في وضع الخامات هنطبق الموضوع مرة تانية هنبتد نرسم ارضية مرة اخرى ونطبق نفس الموضوع علشان المعلومة تثبت في دماغ حضرتكم افترضنا دي ارضية هوا ارضية بهذا الشكل هبتدي اروح للخامات اللي عندي الماتيريال وابتدي مثلا اختار اي ماتيريال واللي يكون طايل ده اهو هطبق الطايل ده انا طبقتها بس بشكل مبدئي عايز ابتدي استورد خامة جديدة من عندي على الجهاز بدل الخامة دي ممكن نخش على ادت برتو وابتدي من هنا اضغط على الفولدر ده واستبدلها يعني احنا كده شرحنا ازاي تاخد كوب منها وتحطي الخامة من خارج البرنامج او تستبدلها هابتدي اشوف الصورة اللي انا عايزها واللي يكون الخامة دي واضغط اوبن هلاقي ان الخامة بتاعتي اتطبقت بدل الخامة الاولى هازبط مقاسها ازاي هاشوف الصورة بتاعت الاول على الجهاز كام في كام الصورة بتاعت فين دور عليها فالجهاز اللي هي دي هفتحها هلاقي ان الصورة بتاعت اربع بلاطات فاربع بلاطات طيب البلاط انا عايزها كام عايزها سبعين سanti مسلا او اي اي او ستين سانتي بقى ستين وستين متر عشرين ستين وستين متر عشرين يبقى اثنين متر واربعين. حاجة. هزبط اسكلها ازاي? هكتب هنا اثنين بوينت اربعة. يبقى كده الخامة اتضبطت معايا. عايز اتاكد من المقاسة. هضغط على التيب. وبتدي اضغط هنا كده. واضغط هنا. هلاقيه ستين سنتين تقريبا. يبقى هي دي طريقة ضبط الخامات في برنامج جوجل اسكتش اب بالطريقة الاولى. دي الطرقة الاولى في طريقة ضبط الخامات في برنامج جوجل اسكتش اب. اتعلمنا ازاي نضع خامة في البرنامج واتعلمنا ازاي نزبط نقياس بتاع الصورة بتاعتي. وتعلمنا ازاي نحن ناخد او من خامة عندي وغير كمان في مقاسها. وتعلمنا ازاي نستورد صورة من خارج البرنامج في برنامج جوجل. فيديو القادم ان شاء الله هنتعلم الطريقة التانية في طريقة وضع الخامات في برنامج جوجل سكتش اوب اتمنى يا رب ان الفيديو بتاعنا يكون افادكم وقدم لحضراتكم الاضافة الى اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته